اشتركوا في القناة في بغداد مجلس النواب العراقية عقدوا جلسته الاعتيادية اليوم صالح يقول ايران يمكنها تخصيب اليورانيوم حتى عشرين بالمئة خلال اربع ايام البنتاجون يكشف عن تفوق الصين في التصنيع العسكري وفي كينيا انفجار ضخم واطلاق نار وسط نيروبي والشباب الصومالية تتبنى الهجوم اهلا بكم مشاهدين عليكم تفاصيل هذه النشرة يحتفي الوسط الثقافي الكردستاني في السابع عشر من كانون الثاني من كل عام بمرور عشرين عاما على تأسيس فضائية كردستان كأول فضائية ناطقة باللغة الكردية في العراق المزيد مشاهدين في سياق التقرير الات تغطو قناة فضائية كردستان بخطوات ملؤها العزم والثبات نحو عامها العشرين من عمرها بعد ان تأسست في السابع عشر من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين لتعلن عن ألم ومعاناة شعب كردستان للعالم كانت كردستان تيفي السباقة في ايصال اخبار واحداث الكردستانيين بالصوت والصورة الى ارجاء المعمورة اذ بعد تخطيط سليم سبقه عقد سلسلة اجتماعات تم خلالها دراسة العديد من الافكار النيرة والدقيقة تأسست فضائية كردستان بتوجيه مباشر من الرئيس مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ البث المباشر للقناة في السابع عشر من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعين متخطيا كافة الاوضاع الصحبة التي كانت تمر بها المنطقة على الصعيدين المحلي والاقليمي اذ كان من الصعب وقتها الحصول على التكنولوجيا الحديثة والاجهزة والمتطلبات اللازمة لتأسيس قناة فضائية ناهيك عن ان الامر برمته كان يعد تجربة جديدة لفريق العمل التلفزيوني في خضم تلك الظروف القاسية اصبحت فضائية كردستان السيف البطار في مواجهة التحديات والعقبات التي كانت تعيق الحركة التحرورية الكردية وسط تلك الظروف الصعبة التي كانت تمر بها المنطقة سلطت مختلف الجهات الاقليبية اعينها على برامج ومقتطفات فضائية كردستان وضعة تلك البرامج تحت مجهرها وهذا ما وضع عقبة اخرى امام هذا المشروع الطموح الا ان عزم وثبات القائمين على القناة وكوادرها تغلبوا على كافة الصعاب وتمكنوا من خلال التخطيط السليم وبعد نظرهم الثاقب من وضع حجر الاساس لاعلام كردي جديد مواكب لما يشهده العالم من تطور تكنولوجية في مجال الاعلام ان تأسيس قناة فضائية كردستان لم يكن ضرورة ملحة لتلك المرحلة فحسب بل ان تأسيسها كان يعني ولادة اعلام حديث مواكب للتطور الحضاري الذي يشهده العالم اعلام قادر على نقل معاناة الشعب الكردستاني بكافة مكوناته بالصوت والصورة الى العالم ونجحت القناة في الولوج الى قلب كل فرد كردستاني قبل ان تدخل منازلهم لتصبح ذاك الضيفة خفيف الظل لديهم وبالتالي اصبحت منبرهم الوحيد ليطلوا من خلال برامج القناة المتنوعة على العالم من الناحية الفنية والثقافية خطت فضائية كردستان خطا كبيرا وتمكنت من خلال برامجها المنوعة وتقاريرها المصورة من نقل نشاطات فناني ومثقفي كردستان باجزائها الاربع الى المجتمع والى منزل كل فرد كردستاني والى العالم ايضا واهتمت قناة فضائية كردستان بعالم الطفولة والبراءة وتمكنت هذه الفضائية من خلال برامجها التوعوية الهادفة من زرع حب الوطن وترسيخ القيم الحميدة لدى اطفال كردستان ان بث فضائية كردستان كان ايذانا بفتح عصر جديد وبداية لتوعية ثقافية واجتماعية وسياسية عامة وكانت بمثابة بوابة جديدة لتوثيق تاريخ الحركة التحرورية الكردستانية رغم كل المصاعب التي تراكمت عبر مختلف مراحل تاريخ نضال شعب كردستان ان قناة فضائية كردستان وخلال فترة عملها تمكنت من تغطية التطور الحضاري في الاقليم واستثباب الامن فيه هذا الى جانب تغطية فعاليات ونشاطات المؤسسات الرسمية في الاقليم بما يشمل نشاطات المديريات العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية ببرامجها المنوعة الامر الذي اسهم في تشجيع وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الى جانب نقلها الصورة الحقيقية لاقليم كردستان الى المجتمع الدولي ورغم ان القناة هي مملوكة للحزب الديمقراطي الكردستاني الا انها نقلت وبشكل مهني تطلعات شعب كردستان الى المجتمع الدولي وفي الوقت ذاته فضلت المصلحة العامة على اية مصلحة اخرى وتميزت قناة فضائية كردستان عن غيرها من خلال دفاعها عن مكونات الشعب الكردستاني دون تمييز وذلك من خلال ايصال همومهم ومشاكلهم الى الجهات المعنية والى العالم اجمع اضحت فضائية كردستان خلال فترة عملها خير وسيلة لتعريف العالم بمحبة شعب كردستان للسلام رغم بشعة الجرائم التي ارتكبتها الانظمة السابقة ضده واستطاعت هذه الفضائية الفتية انا ذاك من نقل الصورة الحقيقية لجرائم قصف مدن كردستان بالاسلحة المحضورة دوليا ومنها قنابل النابالم والقنابل الكيميائية وما حدث في عمليات الانفال السيئة الصيتة عندما قتل النظام السابق اكثر من 180 الف كردية وقام بخطف واخفاء الاف النساء والاطفال كما سعت فضائية كردستان نحو كشف زيف الادعاءات والاكاذيب التي فبركتها مختلف الجهات المعادية عن الشعب الكردي طيلة العقود الماضية ومن جهة اخرى اصبحت كردستان تيفي جسر تواصل ما بين كردستاني الداخل والخارج هذا الى جانب انها اصبحت صرحا ثقافيا واكاديميا تخرج منها عدد كبير من الكفاءات الاعلامية وذلك من خلال اقامتها للعديد من الدورات الاعلامية استقدمت لاجلها خيرة اساتذة الاعلام وهذا منعكس بالاجابة على المؤسسات الاعلامية التي تأسست فيما بعد حيث رفضت المجتمع باخبار منوعة بعد ان تخصص قسم من تلك المؤسسات الاعلامية بتغطية اخبار ونشاطات اقتصادية وثقافية وفنية اضافة الى المجال الرياضي قدمت فضائية كردستان في مسيرتها هذه العديد من عامليها كشهداء للوطن ومدافعين عن الحقيقة عند اشتياح تنظيم داعش الارهابية لمختلف مدن كردستان والعراق وفي خضم نقل وقائع المعارك وتوثيقها لبطولات البشمرقة وتفانيهم في الذود عن ارض كردستان اختلط دم اثنين من خيرة كوادر فضائية كردستان مع دم اخوتهم البشمرقة مما انضحوا بالغالي في سبيل الدفاع عن كردستان من خطر الارهابيين فمبروك للفضائية الام كردستان تيذي ولوجها الى قلوب المشاهدين ومبارك للوسط الاعلامي ولادة هذه الفضائية التي فتحت الابواب على مصرعيها امامهم حيث منها انطلقوا نحو عالم الاعلام الواسع يعقد مجلس النواب العراقي ظهر اليوم السادس عشر من كانون الثاني اتجاري جلسة اعتيادية ويتضمن الجلسة او تتضمن الجلسة النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض اعضاء مجلس النواب والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012 اضافتان الى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاه رقم 30 لسنة 2011 وايضا قراءة مشاريع قوانين اخرى اكد نائب عن تحالف سائرون قصي الياسري ان اغلب الكتل السياسية داخل مجلس النواب لديها توجه بالتصويت على قانون اخراج القوات الاجنبية في حال عرضه في البرلمان واضاف الياسري ان رئاسة مجلس النواب ارسلت طلبا الى لجنتي الامن والدفاع والقانونية من اجل الاستجال بصياغة القانون وتقديمه للتصويت عليه وكانت صحيفة العرب اللندنية افادت في تقرير النشرته بان الولايات المتحدة ابلغت العراق بشكل رسمي ان اية خطوة لتشريع قانون برلماني يجبر القوات الاجنبية على الخروج من هذا البلد ستتسبب بضرر بالغ للعلاقة بين الطرفين اعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب ان الطلب على الطاقة في تصاعد وقال الخطيب في تغريدة على تويتر ان الكهرباء في العراق ملف امن وطني مشيرا لان الطلب على الطاقة في تصاعد ولن ينتهي بصيف 2019 مؤكدا ان الكل مسؤول عن انجاحه كما ساهم الكثير في افشله والمزايدة فيه واشدد الخطيب على ضرورة مكافحة الفساد المؤسساتي ومعالجة التجاوزات على الشبكة ومجابهة التدخل السياسي وفرض القانون ليست مهمة فردية يذكر ان ازمة الكهرباء في العراق مستمرة منذ ثلاثة عقود واكثر بالرغم من صرف مبالغ طائلة لمعالجة هذه الازمة اعتبرت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو اودري اوزولاي ان اعادة اعمار مدينة الموصل مشروع طموح جدا لكنه صعب بسبب انتشار الالغام بحسب ما جاء في تصريحاتها خلال زيارة قامت بها الى مدريد واضافت ان ذلك سيستغرق وقتا طويلا جدا مشيرة الى الحاجة لاستخدام الطائرات المسيرة لتقييم الاضرار ردت الحكومة العراقية على الانباء التي انتشرت مؤخرا بشأن تحديد مهلة لحل الحجد الشعبي وقال رئيس الوزراء العراقي ان الحديث عن هذه المهلة غير صحيحة معتبرا هذا شأن عراقي بحت واكد عبد المهدي عدم امتلاكه اية جنسية غير العراقية يشرل ان مصادر عراقية في العاصمة الامريكية واشنطن افادت بحصولها على قائمة باسماء الميليشيات طلبت الولايات المتحدة الامريكية من العراق تجمدها وصحب السلاح منها في حين طلب رئيس الوزراء العراقي من الجانب الامريكي اعطأه وقتا للرد وذكرت المصادر من بين الميليشيات التي شملتها القائمة الجناح العسكري لمنطمة بدر بزعامة هادي العامري وكتائب حزب الله العراقي ولواء ابو فضل العباس وعصائب اهل الحق بقيادة قيسل خزعلي بعد زيارة ترامب المفاجئة الى العراق توالت المعلومات والتصريحات المتضاربة حول اعداد القوات العسكرية الامريكية وقواعدها في العراق ومدى مصداقية زيادة اعداد تلك القوات في البلاد التقرير الاتي فيه تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع توالت الخلافات والاتهامات والمعلومات المتضاربة حول عدد القوات والقواعد العسكرية الامريكية المتواجدة في العراق منذ الانسحاب الامريكي من سوريا وزيارة ترامب المفاجئة الى قاعدة عين الاسد في الامبار وذكر صحيفة وولد ستريت ان المسؤولين العراقيين لم تسمهم طلبوا من وزير الخارجية الامريكية الابقاء على القواعد العسكرية في العراق تحسبا لأي هجوم قد يشنه تنظيم داعش بعد الانسحاب الامريكي من سوريا وتشير الصحيفة الى وجود ما يقارب خمسة الاف وخمسمائة جندي امريكي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة والتدريب للقوات العراقية من جانبه قال النائب عن كتلة صادقون وجيه عباس ان عدد المقاتلين الامريكيين في العراق هو تسعة الاف مقاتل مشددا على ضرورة تدخل البرلمان لتقليص اعداد تلك القوات وان الدستور والقانون سمح بتواجد قوات اجنبية لاغراض التدريب او المشور العسكرية فقط واضاف وجيه اننا لا نملك المعلومات الدقيقة عن اماكن تواجد تلك القوات وما هو دورهم الحقيقي واصنافهم واختصاصاتهم واتهم اعتلاف النصر بزعمة حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية الاسبق نوري المالكي بانه هو من استدعى القوات الامريكية للعراق مجددا اثر دخول عصابات داعش الارهابية الى محافظات البلاد ونفى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي تمركز قوات امريكية جديدة في بلاده وكانت تقارير الصحفية قد افادت بان القوات الامريكية التي تنسحب من سوريا تتجه الى العراق لغرض التمركز فيها وقال الخبير المختص بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي ان الانسحاب الامريكي الى عنق العراق لن يكون عبارة عن الترانزيت بل انهم سوف ينقسمون بين اربيل وقاعدة شنغال وقاعدة معسكر شمال الرمانة وعين الاسد بالاضافة الى منطقة شمال الرطبة في العراق ويقدر بعض الخبراء العسكريين التواجد ما يقارب 75 قاعدة امريكية في العراق وتنتشر القوات العسكرية الامريكية في 130 بلدا حول العالم تقريبا ويزيد عددها عن الالف قاعدة وتتراوح مهماتها بين القيام بالعمليات العسكرية والتدريب المشترك والمشاركة في عمليات حفظ السلام سرعان ما ظهرت مخاوف الناشطين والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي من تحول قانون جرائم المعلوماتية الذي انهى مجلس النواب العراقي قراءته الاولى الى اداة لانتهاك حرية التعبير التفاصيل مع مراسلنا من بغداد احمد فيلي يمكن القول بان قانون الجرائم المعلوماتية يتيح الفرصة لامكانية ضبط التكنولوجيا او توجيه استخدامها لخدمة الصالح العام لكن المسودة الحالية لقانون الجرائم الالكترونية التي انهى مجلس النواب العراقي قراءتها الاولى اثارت مخاوف الناشطين والمدونين على شبكات التواصل خصوصا بعد ان ادخل مجلس النواب الانتقادات الالكترونية التي تطال العملية سياسية او الدعوات للتظاهر او انتقاد المسؤولين بشكل مباشر في خانة تلك الجرائم وبهذا يمكن ان يتحول هذا القانون الى اداة للقمع وتكميم الافواه او تقييد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقية نخاف ان شيء واحد هو تكميم الافواه يعني ممكن يتحول هذا القانون وهذا الضوابط الى تكميم الافواه وبالتالي يصبح الانسان ليس باستطاعته حتى ان ينتقد نعم مع القانون لكن يجب ان يحمي هذا القانون حرية التعبير ان لا يكون غطاء للسياسيين او حاجز امام الناس للسياسيين في حين يرى الخبراء بان هذا القانون المهم يعد خطيرا ايضا مشددين على ضرورة الاستعانة بخبراء من اجل صياغته بطريقة تمنع وجود ثغاراته قد تستخدم بما يتعرض مع الدستور هذا القانون خطر جدا قد يكون سلاح ذا حديا لان هو يحمي المستعمل ليستعمل الانترنت وايضا يحمي الدولة ويحمي الشركات فلهذا الرقابة يجب ان تكون بحدود عدم تقييد الحرية لكن بحسب خبراء التكنولوجيا فان هناك تحديات واجه تطبيق هذا القانون وفق النظام الديمقراطي بما يتعلق بتحديد الجريمة وطريقة ضبطها دون المساس بحرية المواطن خصوصا وان خدمة الانترنت في العراق ليست مركزية وانما متعددة الاوصال اليوم تكنولوجيا تحتاج الى تحديات شبيرة طبعا لان هذه الامور تحتاج الى اثباتات تحتاج الى متخصصين بدرجة عالية بالشبكات وبالوصول الى تحليل البيانات لدين اللي قائم بالجريمة هذه الالكترونية هذا ايضا يحتاج الى نوع الشبكات نفسها انه مركزيتها عملية السيطرة عليها وبحسب معطيات فان نصوص الحوكمة الالكترونية يجب ان تبتعد عن العموميات قبل التشريع لضمان عدم استغلال الثغرات من اجل تكميم الافواه واسكاة الاسوات المنتقدة للسلوكيات السياسية او الادارية الخاطئة من بغداد احمد فيلي زاكرو سيبي قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتانياه اين العلاقات بين تل ابيب والعالم العربي تتوتد الان اكثر من اي وقت مضى وذكر نتانياه اثناء مراسم تنصيب رئيس هيئة الاركان العامة الجديد للجيش الاسرائيلي الجنرال افيف كوخافي بفضل قدراتنا الاستخباراتية والعملياتية والتكنولوجية تتوتد علاقاتنا مع العالم العربي اكثر من اي وقت مضى وهناك دول اسلامية رائدة تقترب منا وهي تدرك اننا لسنا عدوها بل سند ضروري لها واكد نتانياه ان رئيس الاركان العام المنتهي ولايته الجنرال جازي ايزانكاوت عقد لقاءات مع نظرائه العرب وتحدث نتانياه اكثر من مرة خلال الاشهر الاخيرة عن التقارب بين تل ابيب ودول عربية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي صالحين بوسع بلاده تخصيب اليورانيوم حتى نسبة نقا 20% خلال اربعة ايام وقال صالحينهم اذا ارادوا الخروج من الاتفاق النووي وبدء الانتاج فبوسعهم خلال اربعة ايام البدء في التخصيب عند مستوى 20% واكد بي ان لديهم بالفعل مخزونات مخصبة حتى 20% وايحدد اتفاق 2015 مع القوى العالمية مستوى تخصيب اليورانيوم الذي يمكن لايران الوصول اليه عند ثلاثة فاصل سبعة وستين في المئة وهو ما يقل كثيراً عن نسبة عشرين في المئة وحوالي تسعين بالمئة لازمة لصنع سلاحاً نووية اتهمت الولايات المتحدة الامريكية روسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى ما يزيد من احتمال ان تنفذ واشنطن تهديداتها بالانسحاب من المعاهدة وقالت مساعدة وزارة الخارجية الامريكية اندرا ثوبسون ان الاجتماع كان مخيباً للامل واوضحت ان روسيا لم تحضر الاجتماع وهي مستعدة لتفسير الكيفية التي تنوي من خلالها الالتزام الكامل بالاتفاقية ودعت روسيا لتدمير منظومة صواريخها غير الممتثلة للمعاهدة وقع على المعاهدة الرئيسي الامريكي الراحل رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخايل غوروباتشوف عام 1987 حيث ادت الى التخلص من نحو 2700 صاروخ قصير ومتوسط المدى قضت محكمة روسية بموسكو تمديد اعتقال ثمانية من البحار الاوكرانيين الاربع والعشرين الذين احتجزتهم قوات حرس السواحل الروسية اثر المواجهة البحرية في تشرين الثاني في البحر الاسود وامرت المحكمة بتمديد مدة اعتقال البحار الثمانية ومن بينهم قبطان احدى السفن الاوكرانية الثلاثة الى نهاية ليسان وتصر روسيا على محاكمة البحار بتهمة انتهاك حدودها وتقول اوكرانيا عن البحر انهم اسرى حرب اعتقلتهم روسيا بصورة غير قانونية وقال اليا نوفيكوف محامي الدفاع عن البحر الاوكرانيين ان روسيا تنتهك القانون الدولي من خلال عرضهم للمحاكمة صوت البرلمان البريطاني باغلبية ساحقة بالرفض حول اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مايلي الخروج من الاتحاد الاوربي وجاءت اصوات البرلمان باغلبية 432 صوتا ضد الاتفاق بينما صب 202 صوتا لمصلحته وقد يعني انتهاء هذا التصويل بنتيجة مهينة اجبار مايلي على تأجيل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الاوروبي يوم 29 مارس وربما يفتح المجال امام خيارات اخرى تتراوح بينه اجراء استفتاء اخر او ترك الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق اتهم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ايران بتشكيل تهديد صاروخي بعد تحديها تحذيراته ومضيها قدما في محاولة وضع قمر اصطناعي في المدار باءت بالفشل وكتب بومبيو على موقع في تويتر ان ايران تتحدى المجتمع الدولي والقرار 2231 صادر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة بقيامه بعملية اطلاق الى الفضاء وتابع بومبيو ان عملية اطلاق الصاروخ تظهر مرة اخرى ان ايران تسعى للتمتع بقدرات صاروخية متطورة تشكل تهديدا لاوروبا والشرق الاوسط افاد تقرير نشرت وزارة الدفاع الاميركية ان الصين شرفت على الانتهاء من صناعة بعض انظمة الاسلحة الاكثر تطورا في العالم وهي في بعض المجالات تفوقت بالفعل على منافسها وقال التقرير غير استرالي وكانت الاستخبارات الدفاعية الاميركية ان بكين حققت قفزات عسكرية هائلة في السنوات الاخيرة ويعود ذلك بشكل جزئي الى قوانين صينية تجبر الشركاء الاجانب على الكشف عن اسرارهم التقنية مقابل السماح بدخولهم الى السوق الصيني الهائل ويشير التقرير ايضا لان التنامي القوى العسكرية للصين وامتلاكها قدرات متطورة في الجو والبحر والفضاء وكذلك الفضاء الالكتروني سيمكنها من فرض ارادتها في المنطقة الداهجوم شنه متطرفون على مجمعا يضم فندقا ومكاتب في نوروبي الى مقتل خمسة عشر شخصا بينهم شخص اميركي الجنسية وفي عملية رهابية تبنتها حركة الشباب الصومالية المتطرفة ونقلت وكالة فرانس بريس الفرنسية عن مصدرين في الشرطة الكينية كان في موقع الحدث ان انتحار ينفجر نفسه في الفندق فيما قام مسلحون باطلاق النر والاشتباك مع قوات الامن ثم تحصنوا في الموقع فيما كان المدنيون يفرون او يختبئون في مكاتبهم بانتظار انقاذهم مواهب شبابية يمتلكها العراق لانها لم تحظى على اي اهتمام حكومي ليتجه اغلبهم الى الاعتماد الذاتي ومحاولة التطوير والصنع انفسهم عمر شاب رسام يبلغ من العمر 24 عاما يعمل الان على تأسيس مركز خاص به وباعمال فنية مبتكرة ندى المرسومة معها التفاصيل في هذا الشارع او غيره قد يبدو الناس لاي ناظر هم عاديون ولكن ما ان تتقرب منهم وتتعرف عليهم ستكتشف مواهب مباثرة على الطرقات لم تجد من يحتويها ليمروا قدما نحو الاعتماد على انفسهم عمر واحد من الشباب الذين سقلوا موهبتهم بعيدا عن معترك الحياة اكتشفت رسم عندي طعم وانا اكتشفت اهل اكتشفوا عندي من عمرها 4 سنوات شافوني احب الرسم واشوف يعني بالنسبة لي كطفل صغير شي غريب انو اشوف اشخاص بالتلفزيون مو كارتون اشخاص وارسمهم احاول انو ارسمهم فبدأوا يطورون هالموبيض يجيبوا لي ادوات رسم بالمناسبة انا طوارت رسمي من الرسم لللوحات اه حولت الى رسم على اي شي بحياتنا العملية اي شي لبالت هذا السيت اشتريته دفتر وقلم الفكرة معلين انو راح ارسم صورتي الشخص افهاي يعني على الدفتر واكتب اسمه على القلم حفر التطلع لنيل الشهرة بعيدا عن بلده الام لم يكن سبيله لكن واقع الحال يفرض سطوته فحلم عمر ليس له حدود ليغوص في فكره بانشاء مركز خاص به يحمل بصمته واي ايش خاصي فتولي يحاولون انو يتعلمون عندي شون ارسم على هاي الغراض هاي المواد شون ارسم عليه فيعني واجه صعوبة انو اشرح لهم مع الكتابة ففتحت هاي المكان انو استقبل الطلاب بي وبنفس الوقت دا احاول اسوى فريق ايلي خاص انو نبدي نشتغل سوية نحصل صدى اعلامي من خلال هذا من خلال اعمالنا ومستقبلا راح نبدي نتماشى بالشورة ونرسم عليه خاص اذا ريد اتوجه للحكومة فراح شرط او واجب انو انتمي لحزب موهبة امتازجت بحب فن لا متناهي تضع العالم بين يديك ليغدو ذكرى جميلة وقت ما ضاقت بك الدنيا لتستريح وانت تقلب صفحاتها المنجزة بانامل شابة ازهرت املا وسط اشواك الواقع ندى المرسوم من بغداد زاكراس تيفي بعد نجاحها في الهبوط لاول مرة في التاريخ على الجانب البعيد من القمر حققت الصين انجازا علميا اخر عندما نجح الباحثها في انبات اول بدرة على القمر وقال باحثون صينيون ان بدرة قطن حملت الى القمر على متن المسبار الصيني تشينغ ايفور اصبحت الاولى التي تنبت على القمر حسب وكالة شينغ والصينية للانباء وحمل المسبار بذور القطن والفتوى البطاطا وكذلك بيض ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة لتشكيل محيط حيوي مصغر وبسيط وفقا لفريق بحثي بقيادة علماء من جامعة تشونت شينغ الصينية واظهرت الصور التي ارسلها المسبار ان برعمة بذرة قطن ينبو بشكل جيد على الرغم من عدم رؤية نموه اي نباتات اخرى بهذا الخبر مشاهدنا وصلنا الى ختام نشراتنا ولكن تذكير بابرس عنه فضائية كردستان عشرون عاما من عطاء لا ينظر وفي بغداد مجلس النواب العراقي يعقدوا جلسته الاعتيادي اليوم صالح يقول ايران يمكنها تخصيب اليورانيوم حتى عشرين بالمئة خلال اربعة ايام البنتاجون يكشف عن تفوق الصين في التصنيع العسكري وفي كينيا انفجار ضخم واطلاق نار وسط نيروبي وشباب الصوماليات تتبلى مشاهدين الاكرم نشرتنا الاخبار ينتهد من قناة زاكروس الفضائية لمزيد من الاخبار يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت زاكروس مولدوني التقبل واطيب التحية كنت معكم انا رفاه المعمول وعلى امل ان نلتقي في نشرات اخرى الى ذلك الحين استودعوكم الله اشتركوا في القناة